معنى كده إيه؟ معنى كده إن إحنا عندنا different names of the temple in ancient Egypt. For example, we have pernetr which means the house of the god. This was attested as early as the old kingdom meaning the house of the god. Have you other names? Yes, we have other names such as houtnetr. Hout means also the house. فاكرين كان فيه إلهة كده عندنا لو أنتوا لسه فاكرين شوية ديانة. كان فيه واحدة كده مهمة اسمها إيه؟ اسمها نبت حوت. هي مين نبت حوت؟ نبت حوت اللي كانت بتتصور مع أست قدام بعد. Flanking their wings. Protecting Osiris. مين دي يا شباب؟ افتكرتوها؟ الإلهة نفتيس. فحوت معناها البيت أو بيت الإله بالذات. سو حوت نتر was another name of the Egyptian temple and it was also known as early as the first dynasty till the Roman times. طيب عندنا أسامي تانية؟ آه عندنا أسامي تانية. زي بارابر. يعني إيه بارابر؟ معناها برضو بيت الإله. إشارة لبيت الإله. It was also attested as early as the fourth dynasty. والناس اللي راحة الصعيد. يعني الناس الصعيدة كده ساعات يقول لك إيه بربة أمون. بربة. يعني إيه بربة؟ هي أساسا كلمة بربة مشتقة من بارابر. اللي هو بيت الإله. وهي كلمة دارجة الإشارة للمعبد. ماشي يا شباب؟ ثلاثة إعجابتك بربة مكتباتيات في الأوضاء. ثلاثة إعجابتك؟ ثلاثة إعجابتك؟ ثلاثة إعجابتك. أعرفكًا برنتر أعني coach رائزة المقبلة الأصولى وهي يعمل التسماعي ثم إلاسة تسافة. ثلاثة إعجابتك. لدينا إعجابتك. ما هي أنواع المعابد؟ خدوش معابد خالص ولا يعني خدتو شوية ولا ايه عمتا احنا عندنا نوعين من انواع المعابد يا شباب خلاص والتأسيمة ديت موجودة منذ القدم من فترة الاسرات احنا عندنا معابد يعني ديفاين كالتك خلاص للعقيدة وعندنا معابد جنائزية عندنا ديفاين كالتك تامبلز ودي اللي دايما بتقال عليها house of the god دايما تلاقي بقى فيها ايه paranater وحوت نبت حوت وحير نتر ومش اعرف ايه الكل الاسامي اللي بتعبر ان ده بيت للاله اذا هو كان بيستخدم لعبادة هذا الاله وعندنا نوع تاني من المعابد اللي هي المورتري تامبل معابد جنائزية بالضبط كده المورتري تامبل اللي هو المعبد الجنائز خلاص طيب احنا الحقيقة بالنسبة للمعابد العقائدية this were only dedicated to the worship of a certain god من اشهر بداية ظهور المعابد العقائدية اللي هي الكالتك تامبلز زي مثلا معابد الشمس اشهرهم مثلا البقايا بتاعة معبد نسيري رعفة ابو غرب في منطقة ابو سير وده مثلا عادة يعني رسمة عملها جستان ماس بيرون لما جاء مصر وقال لك ان هو ده تقريبا الشكل بتاع المعبد الجنائزية وتعتبر اولى اشكال المعابد العقائدية في مصر لان هي كانت مخصصة لعقيدة الشمس او عبادة الشمس الاليه الشمس رعا خلاص يبقى so how many types of temples we have in ancient Egypt we have two types of temples we have the divine cultic temples they were literally known as the house of god and they were devoted يعني ايه devoted مكارسة devoted معناها مكارسة it's devoted to the worship of a certain god the main god of the temple one of the most important types of this temple or one of the earliest types of the divine cultic temples in ancient Egypt are the sun temples for example the sun temple of نسير رعا منطقة ابو غراب ابو سير we have also another type of temples which is the mortuary temple the mortuary temple it's dedicated to the cult of the deceased king مهدا للملك لعقيدة الملك خصوصا بعد فترة ايه وفيته وحنشوف الاشكال مناها كده سريعا يعني this is a reconstruction اعادة بناء made by جونستون ماسبيرو for the temple the sun temple of نسير رعا ايه اتأبو غراب دي البقايا بدعته ده الالتر يعني ايه الالتر دكتور المسبح المسبح ايوا بالزبط كده ده الالتر دكتور مهاش ها انا معي يوم نحشاء مهدير علاء الدين بس اللي تفتحه مفصل مش هفين كانوا يفتحه فحنا فتحين من الموبايلي بس ماشي مفيش مشكلة يا اهلا وسهلا بيكو ماشي خلاص this is the altar of the sun temple of نسير رعا and it was used for making different offerings هادي شكل يعني صورة تانية للالتر اهو and this is the stone basins بعض الاحواط تم اكتشافها احواط حجرية من الوضح انه كانوا بتستخدم للتقوس والريتوال والبوريفكيشن the solar sun temple of نسير رعا and this is the temple of lusr one of the most and most finest building divine kyletic temples in pharaonic ايجب طبعا معبد lusr يعتبر من المعابد المشهورة جدا معبد عقائدي ديني بيستخدم لعبادة الالهة ده معبد lusr طيب what are the mortuary temple as we said before it is dedicated to the cult of the king of egypt or the queen of egypt we have different examples for example the mortuary temple of khafra complex عندنا بقايا للمعبد بتاع khafra وهو يعني it's very close close or attached to the main pyramid this is this is the remaining of the mortuary temple of the khafra complex at giza plateau this is an overview of the mortuary temple هذه البقايا المعبد الجنزي في الكمبليكس بتاع khafra في منطقة الجيز تمام طبعا هل عندنا نمازج examples أنا طبعا مش بشرح فرعوني أنا بس مجرد كده overview عشان نبقى لما ندخل بقى في الحاجات greek roman نبقى ايه فهمين تمام زي المعبد الفرعونية مثلا على سبيل بيسل المورشري temple ده المعبد بتاع the mortuary temple of دير البحري صح؟ معبد الدير البحري ده نظر to the worship of the uh devoted to the worship of the god and we have also the uh the 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 mortuary temple which is dedicated to the to the uh to the uh cult of the king okay so i will just leave you with me just if there are people who can't enter the different the development of the temple uh الحقيقة احنا عندنا يعني امتى ظهر المعبد ايه اول شكل المعبد الحقيقة البعثة كانت في بعض البعثات الامريكية شغالة في منطقة كده قريبا من منطقة اسوان آآ ولقوا ان في بعض الاحجار التي اندلت على شيء فتدل ان هو كان بدايات للمعبد خلاص ولكن طبعا غير مكتمل آآ لقينا بعض الاحجار حتى تم اعادة الكونستركشن بتاعتها في آآ متحف النوبة وبتعبع عن السمر صوليستس اللي هو الفترة او الدورة الشمسية الخاصة بالتقويم المصري القديم وقالوا ان بقايا هذه الاحجار هي جزء من اول يعني تم اكتشافه في مصر خلاس الاحجارية التالي جميل العليكي من كانوا مجر RESله موحووووووهووو 했던 ありسالية شغالًا موحوووهات الدشار become a screwdriver they are now reconstructed in a swan nubian museum and they are representing the summer solstice and the archaeologists confirmed that these blocks or these bricks are representing the first remainings of a temple and existence of a temple in this place these stones considered to be the first evidence archaeological evidence يعني archaeological evidence أول دليل أسري على وجود a of an existence على وجود معبد في هذا المكان آدي الحفاير اللي موجودة نبتة بالمياه دكتور بداية 20 نصف عدت وشميدين طيب هذا وآدي بداية الإكسبديشن بتاعتها دكتور دكتور أيوة ثاني هو أنا يرى عمر بس أنا بطحة معه عشان معيشنا نعم نعم